هنعمل نوع من المعجنات هو خلطة ما بين طبق تقليدي من مصر وخلطنا هيك ما بين الحشوة وطريقة التقديم هنعمل الحووشي ولكن بشكل مودرن شوي هحتاج عجينة وهحتاج لحم مفروم أو كفتة إذا عنا الكفتة بتبقوا مرتاحين خلص محطوط عليها كل المكونات اللازمة فيكم طبعاً تبهروها أكتر تحطو لها شوية ملح أو فلفل أكتر حسب الرغبة أما إذا استعملتوا اللحم المفروم برضو بتبقى لزيزة هنحط لها بصلة مفرومة شوية بقدونس وبردو نبهرها حسب الرغبة تجهيز العجينة كتير بسيط وسهل هبتدي أحط لطحين البيكينج باودر الملح والخميرة الفورية وأبتدي بس أشغل تشغيل بسيط لتأكد إنه الخميرة اختلطت مع الطحين هلا نحتاج عشان نعمل الخميرة نوع من الحلق عشان برضو تنشيط الخميرة وللعجينة بتعطينا طعم طيب إما أستعمل السكر أو أستعمل العسل أنا عندي هون معلقة عسل صغيرة بالنسبة للزيت أنا عم بستعمل زيت الدرة ممكن تستعملوا زيت دوار الشمس ممكن نستعمل زيت الزيتون وحبتدي أضيف الماء أستعمل الماء الدافئ أشغل في البداية على سرعة بطيئة لغاية ما تبتدي العجينة تتجمع عندي بعد هيك بتحكم بإضافة المزيد من الطحين عم بحب دايماً أعمل هاي الحركة بتساعد على إنه بسرعة اتلم كل هالمكونات مع بعضها وبعد هيك أبتدي أعجب وقت اللي أنا بعجن اللي هي المرحلة الأولى هاي ما بينحسب بين وقت العجين أنا دايماً بحسب الوقت بعد ما تتشكل عندي العجينة وأكون اكتفيت بإضافة لطحين اللازم إذا عم تشتغلوا على إيدكم بدكم على الأقل شي 8-10 دقايق تعجنوها إذا على العجينة فيكم 5-6 دقايق وهمشي سرعة بطيئة بلاحظ أعزائي عندي هون الوعاء ابتدى ينفصل عنه العجين وهذه طبعاً من النقاط المهمة تخلوها في بالكم يعني العجينة أخدت الكثافة أو كمية سطحين المناسبة هبتدي هلأ أحسب وقت العجين هحتاج طبق عميق أو أي طبق مش مشكلة بحط فيه قطرات من الزيت وحاخد العجينة كل ما كانت العجينة طرية كل ما كان أفضل ما تنشفوها كتير شوفوا الجمال لموها في إيدكم هيك شوي شوفوا ما أجملها هحطها في الطبق وأقلبها عن ناحية الثانية لتتغطى بالزيت كويس هخلي العجينة على جنب وعندي هون العجينة بعد مرتاح هاي نفس المقدار لما يتضاعف الحجم شوفوا كيف بتعطيني أربع أرغفة هنشيل النايلون ونغطي الثانية خلينا أورجيكم الفرق ما بين الاثنين عشان برضو تكونوا عارفين قديش ما المقصود بيتضاعف الحجم هادي الهلأ عجلناها وهي اللي عجلناها قبل بوقت تخللها شي ساعة حسب حرارة المطبخ عندكم طبعا هخلي هادي على الجنب هلا بحتاج عشان أخبز هادي الحواوشي صنية أي صنية بتقدروا تستعملوها بس أنا دائما أنصحكم تستفيدوا من صواني الفرن هحط فيها رشة طحين خفيفة لخليط التلميع بحتاج بيضة وممكن أخد السفار فقط حسب ما بتحبو كل ما حضرت احتياجاتي كلها في البداية كل ما كان شغلي في المطبخ سهل ولطيف جدا وما بتغلب فيكم تحطوا نقطة خل رشة فانيليا صغيرة رشة ملح لعا البيض ما تحطوا اشي ما في مشكلة كله بيبقى لطيف هلا العجينة عم بحاول اعمل منها أربع أرغفة يعني كل الرغيف هنحطي اتنين فوق بعض يعني هادي هتعطيني رغفين بس رغفين حلوين كبار هحاول أقسمة نصين عشان يكونوا قد بعض هاي هتعطيني واحدة حووشيايا هقسمة نصين نخلي هيك على جانب رشة الطحين هاي التركات الصغيرة حاولوا تخلوها رقيقة لانو عندي طبقتين فبدي ما تبقاش زي الخبز سميكة نحاول نخليها مدورة بس بالاخر كل الأمور هاي حتتزبط ما تقلقوش هلق حاخدها وحطها على الصينية عشان يصير سهل علي اشتغل فيها بعدين هخليها على الصينية وأبتدي أفرد القطعة التانية أعزائي هاي القطعة التانية هخليها على جانب ونرجع نجيب القطعة الأولى اللي حطناها قريدي في الصينية وناخد خليط الحشوة زي ما تبقنا احنا هنستعمل الكفتة ناخد حوالي نص المقدار ونبتدي نفرد الكفتة لطبقة رقيقة خالص ما نوصل للأطراف ولازم تكون رقيقة عشان نضمن إنها استوت ما تخلوها سميكة هلق حنوزع كمية من جبن الشدر سري الموزريلا أو الشدر كمان هيبقى كله لذيذ يعني حبيتوا تحطوا شوية فلفلة خضرة حمرة يعني اعملوا الأشياء اللي انتو بتحبوها رشية بسيطة من حبة البركة هتعتي طعم هيك شرقي لذيذ وناخد القطعة التانية اللي احنا فردناها ونحطها فوقها هلق حقفلهم على بعض بتعملوهم بطريقة هيك زخرفية زي ما انتو بتحبو ممكن تضغطوهم بإيدكم أو بأصبعكم أو تتنوهم بهاي الطريقة بتعطي إفكت كتير حلو عشان نتأكد طبعا إنها ما هتنفتح أثناء الخبز هيك أصبحت عنا جاهزة ولطيفة أعزائي خليط التلميع باستعمال فرشة ببتدي أمسح سطح الحواب الشي بها الطريقة مش أساسي قوي تستعملوه ممكن تستعملوه حليب إذا حبيته بس بيعطي لمعة كتير حلوة وبنفس الوقت في قيمة غذائية بسيطة طبعا لأنه عم بستعمل البيض على الأطراف كمان شوي حوزع عليها شوية موزاريلا بتعطينا لك كتير كمان حلو ما تكترو ممكن جبن رومي إذا حبيته جبن برميزان أي نوع جبن رشة بسيطة ولمزيد كمان من الطعم حبة البركة هلا العجينة جاهزة تدخل الفرن بس خلوني أعطيكم فكرة كتير حلوة إذا حبيته لتجهيز مسبق لبعدين فيني هذه العجينة أحطها بالفريزر زي ما هي بالصينية أخليها بالفريزر حوالي عشر دقايق بتتماسك بقدر بعد هيك أغلفها واحتفظ فيها بالفريزر لمدة أسبوعين ثلاثة شهر ما بصير لأبدا أي شيء وقت اللي بدي بطلعها وأكمل خبزها بالفرن وأستمتع فيها هذا للتجهيز إذا حبيته لبعد هيك أما إذا بدي أدخلها الفرن بس سيبها بضع دقائق وبدخلها الفرن على درجة حرارة مرتفعة يعني 200، 210، 220، كل مكانة عالية كل مكان أفضل وخلينا نشوف خطوتنا التالية الفطيرة هيك عندي جاهزة رحيتها كتير كتير شهية وخلينا نشوف طريقة التقديم موسيقى ويتفضل موسيقى 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 شكرا